تحدثت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية الآن عن وجود مخاوفة في تل أبيب حيالة داعيات مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفي طليعتها احتمال تسليح طهران ميليشيا حزب الله اللبنانية بأسلحة متطورة أوضحت أن تلك الحادثة والانتخابات الرئاسية المبكرة قد تفرز حالة من الفوضى في الشارع مرجحة أن ينعكس ذلك الأمر على القرارات المتعلقة بالبرنامج النووي أو بأذرع إيران الخارجية وقد رأت كذلك القناة الإسرائيلية أن تلك الفوضى إن وقعت قد تدفع الحرس الثورية إلى اتخاذ قرارات على صعيد المشروع النووي وعلى صعيد تسليح الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة وقد استندت القناة الإسرائيلية في تحليلها هذا إلى أن معارضي الحرس الثوري قد يبدؤون موجة من الاحتجاجات أملا في انتزاع إصلاحات في رأس السلطة